وبالتأكيد هناك في السياسة دائما مساحات من التحاور من التفاهم إذا ما قدمت الأطراف لا أقول المتصارعة ولا المتنافسة سياسيا النوع من التنازل ونزلت عن سقوفها العالية لذلك أعتقد يمكن في هذه الاثنين وسبعين ساعة وهذا ديدن العملية السياسية في كل المرات السابقة بأنهم يتصلون إلى توافقات تفاهمات في اللحظات الأخيرة قبل عقد الجلسة قد نصل إلى حالة من التفاهم تقبلون أن تكون الكتلة نحن نرحب بأن يكون شيعية من الإطار والتيار نحن نرحب بأي توافق وتفاهم بين التيار الصدري والإطار التنسيقي والسيد مسعود البرزاني أطلق مبادرة والسيد نيجيرفان برزاني والسيد الحلبوسي والسيد الخنجر ذهبوا إلى الحنانة بهذه المبادرة وتحلحلت الكثير من الأمور وبعدها رأينا الأمور ترجع مرة أخرى إلى المربع الأول ما هي الأسباب ما هي الكثير أسباب بعضهم أرجعها إلى الصواريخ التي قصفت بها إيران أربيل بعضها أرجع إلى أسباب أخرى المهم نحن نوم نتحدث عن الأمر الحالي فهذا أنا أقول لك مثل ما في السابق حصل نوع من الحلحلة قد يحصل نوع من الحلحلة قد نصل إلى نوع من التفاهم هذا الطرف يتنازل شوية وذاك الطرف يتنازل شوية ونصل إلى حالة من التوافق بين الجميع ونجي للفضاء الوطني وهذا هو الأصل أصل مجلس النواب هو الحضور مو شرط يجي يوافق على المرشح لا مال كتلة الصدية أو المرشح مال حزب الديمقراطي ولا شرط يوافق على مرشح الاتعاد الوطني أو على مرشح آخر الصوت يحضر كيف يرفض أو يوافق لكن أرجع وأقول لك أستاذ خالد موجود بأنه إذا تم حل الخلاف الشيعي أو حصل هناك تفاهم الشيعي فمسألة رئيس الجمهورية مسألة سهلة جدا كما حدث في عام 2018 أيضا كان لنا مرشحين لماذا تعولون سيد شنقالي عفر معذرة للمقاطعة لماذا تعولون على الحل الشيعي الشيعي وتقولون مستحيل أن يحصل حلا كرديا كرديا لماذا لا تبدأوا بأنفسكم لماذا إلا الحل الشيعي الشيعي الذي يخرجكم من هزبة التصويت على رئيس الجمهورية أخي العزيز أخي العزيز ليس مسألة التصويت على رئيس الجمهورية أنا قلت لك ياها وأنت ترجع لي على نفس الموضوع أستاذ خالد موجود أخي أصل الخلاف الأكبر هو في الكتلة الأكبر في المكون الأكبر في الطرف الأكبر الذي لديه 183 مقعد 183 مجموع 329 مقعد الخلاف الكبير بينهم لو يتوافقون المسألة كلها تمضي أخي العزيز أيضا في عام 2018 كان هناك تحالفان تحالف الإصلاح البناء وتحالف الإصلاح والإعمار وفي النهاية عندما وصلوا بأنه لا يمكن تحالف السائرون والفتح ومضوا بمرشح توافقي ومضت الأمور وبعدها فشلت الحكومة لأنها لم تبنى على أسس صحيحة اليوم الأسس الصحيحة تقول يجب أن ننضي بحكومة أغلبية وطنية هس الأخوة يقولون أن هذه أرضية غير مهيئة خلي لا تكون بالآلية التي يريدوها تحالف إنقاذ وطن أو الكتلة الصدرية طيب نتشارك معهم في المشتركات ونقوم نختلف بهذه معكم ولكن سنأتي وسنجرب هذا نموذج جديد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر